قاليني أكلمكم على موضوع سيراميكرا كنا نبارح بنتكلم على موضوع كابتن أيمان الرمادي وحكي لكم القصة كابتن أيمان الرمادي إيه اللي حصل كابتن أيمان الرمادي كان ماسك أسوان ماشي قبل نهاية الموسم قبل نهاية الموسم حصل اتصالات من نادي الزفرة الإماراتي مع الكابتن أيمان الرمادي في كابتن أيمان الرمادي قال لهم أنا ماسك نادي أسوان وحكمل مع الموسم فممكن لو أنتوا عايزيني أبقى مدير فاني نادي الزفرة بداية من المصمى القادم فحصل اتفاق ما بين كابتن أيمان الرمادي ونادي الزفرة الإماراتي وفعلا كابتن أيمان الرمادي وقع لنادي الزفرة وبعدين من عشر تيام طبعا خلاص كان مشوار أصوان انتهى في الدوري فنادي سيراميكا اتصل يعني كابتن أيمان الرمادي خلاص دي صور النهاردة كابتن أيمان الرمادي سافر الإمارات وأعلن عن تولي نادي الزفرة الإماراتي في المصمى القادم وطبعا اتمناله التوفير لكابتن أيمان اسمه كبير جدا في الإمارات وعمل إنجازات كبيرة جدا في الإمارات قبل كده مع نادي دبي ونادي الزفرة وأكتر من نادي يعني في الإمارات طيب ايه بقى موضوع سيراميكا ايه اللي حصل لما نادي سيراميكا كلم كابتن أيمان الرمادي من عشر تيام كده كان قابل كاسر رابطة وقال لي كابتن أيمن رمادي احنا عايزينك تمسك سيراميكا فكابتن أيمن قال لهم انا ممكن اجي امسك مباراة مباراة النهائي كاسر رابطة بس خلي بالكم انا متعاقد مع نادي الزفر فقالوله اوكي تعال امسك الفريق في مباراة نهائي كاسر رابطة وبعدين نشوف نحاول نحل موضوع نادي الزفر الإماراتي فكابتن أيمن قد نادي سيراميكا وقدر يفوز بكاسر رابطة وعمل مطش كويس قوي طبعا ومطش جامد أمام المصري وكسب 4-1 واتوج بلقب كاسر رابطة الناس في الإمارات زعلوا شوية في نادي الزفر وقال لك يعني ازاي كابتن أيمن تمسك سيراميكا وكده فكابتن أيمن قال لهم انا اتفقت مع نادي سيراميكا على إدارة مباراة نهائي كاسر رابطة وكابتن أيمن بالفعل سافر إلى الإمارات مبارح وأنهى الموضوع مع نادي الزفرة وخلاص زي ما احنا شفنا من شوية الصور تولى تدريب نادي الزفرة الإماراتي بشكل نهائي بشكل رسمي وكده نادي سيراميكا أصبح أنه بقى بيدور على مدرب بيدور على مدرب خليني أقول لكم كلمنا أحد المسؤولين في نادي سيراميكا من شوية قبل الحلقة عشان يعني نسأله بعد كابتن أيمن الرماضي ما مسك خلاص نادي الزفرة هتجيبه مين مدرب فقاله فيه أكتر من اختيار فيه اختيار المدرب الأجنبي مطروح ويمكن كمان يعني فيه مفاجأة إن سامع اسم كابتن معين الشعباني مرة أخرى بس كابتن معين الشعباني ماسك التراجي بس يعني فيه خيار مطروح مدرب أجنبي يعني حطوا معين الشعباني كده يعني على جنب شوية لكن يعني فيه طرح في نادي سيراميكا أن هما يجيبه مدرب أجنبي فيه أحد الوكلاء المدربين عارض اسم كابتن حسام حسن على نادي سيراميكا برضو بقول لكم كله كابتن خالد جلال برضو اسمه مطروح داخل نادي سيراميكا دول الأسماء لما سألنا أحد المسؤولين في نادي سيراميكا قال لنا يعني اللي اتجاهت لغاية دلوقتي فيه الأسماء اللي احنا ألتهالكو دلوقتي كابتن حسام حسن كابتن خالد جلال مدرب أجنبي يعني دي الأسماء المطروحة حتى الآن وخلي بالكوا لبرضو الموضوع لسه سريع يعني كابتن آيمن رمادي لسه النهاردة يعني أعلن تولي نادي الزفرة رسميا فبدأ نادي سيراميكا التحرك فخلينا نشوف لكن مبدئيا دول الأسماء اللي محطوطين دلوقتي فيه الاختيارات